وبمكاسب ضحات من أجل أجيال إلى حد اغتيال القضاء وتقويض دولة القانون والمؤسسات وقمع الحريات وإخماد كل أصوات الحرة وقت اللي تم توظيف وسائل الدولة ومؤسساتها لتحويل الانتخابات إلى أكبر مهزلة وأسوأ تمثيلية تعيشها البلاد بلاد أمرها 3-3 سنة حضارة اللي تعرفت بأنه ثروتها هي في الذكاية متاع ابنها في المادة الشخمة كما كان يردد الزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورجيب وقت اللي يوصل بالشعبوية حد أنها تضحي بالسلمة الأهلية وسورة تونس في الداخل والخارج أكيد أنه فما أشياء أخطر من المنافسة الانتخابية يحبوا يخبيوها على التوانسة اليوم من حق كل تونسي أنه يتسائل عليش هذا الكل زع ما تكونش الانتخابات الشجرة اللي تخبي الغابة الوضع مخيف والخطر يتهدد بلادنا شنو يحبوا يخبيو علينا زعم المالية العمومية في أسوأ حالاتها والدولة على حافة الإفلاس كيف ما يحذر منه الخبراء الاقتصاديين والناس اللي تعرف الدولة مليح زعم السيادة الوطنية في مهاب الريح وفما اتفاقية مهينة باش تتبع منها الأجيال القادمة زعم فما حقاء أخرى حول ضحايا الكوفيد والمفقودين وغرق الهجرة السرية زعمش بنيانة والعامرة مختبر لابوراتوار ونماذج باش تتكرر في أكثر من مكان زعمش كون متسبب الحقيقة في الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء والنقص الكبير في المواد الأساسية والتوابير اللي ما تفاش زعم علاش ارتفاع عدد الأطباء المهاجرين سنويا وأصبح يتجاوز عدد المتخرجين علاش نقبلوا بالنزيف هذا متاع 1500 تطبيب يهاجروا كل عام مقابل 1000 يتخرجوا فقط منها الكليات الأربعة زعم هذا ما يمثلش تهديد كبير بالنسبة للمستقبل الصحي للتوانسة زعم علاش ارتفاع معادل جريمة بصفة عامة في تونس وعلاش الضعف أربعة مرات منذ 2018 عدد جرائم قتل النساء زعم علاش غرق التونسي في الديون ووصول المستوى التدائن الأسري نسب مخيفة وكيفاش أصبح عدد الأسر التونسية المدانة لدى البنوك أكثر من 900 الف عائلة وزعم المؤامرة الحقيقية مش في ملء السجون وتقسيم التونسيين وتعفين الأوضاع ودفع البلاد نحو مربع العنف اليوم من حقي كمترشح شرعي للانتخابات رئيسية أن ينطالب بمراجعة حسابات عام وكشف حقائق أكيد أنها مش تكون صادمة لكن يلزم تتكشف ويعرفها كل تونسي وكل تونسية وما تبقاش عند دائرة ضيقة باش ننقضوا ما ينقضوا ونصلحوا ما يجب إصلاحوا وما نخليه وش بلادنا تضيع منا واحنا نتفرجوا إخوتي أخواتي أبناء وطن الحبيب نعرف الدولة مليحة ونعرف إدارتها وكيفاش تتصرف في وقت الرخاء وفي وقت الشدة اليوم فما علامات ما تختيش فما بداية ظهور مؤشرات حقيقية متاع انهيار شامل اليوم رغم اللي مانيش باش نتنازل على حقي كمترشح للانتخابات حق خديته وباش نمارسه بقوة القانون وتسكي من أبناء هذا الشعب وثقة في البرنامج اللي أعدوه رجال ونساء من خير أبناء هذا الوطن لكن هذا ما يمنعنيش باش ندق نقوس الخطر ونجعل من الأولوية الوطنية المستعجلة المطالبة بكشف الحقار وتدقيق الحسابات وتحميل المسؤوليات وفضح كل من ينتبق عليهم سيفة رجال المطافي اللي تشعل في الحرائق التوانسة بكلهم قاعدين يلاحظوا اللي فم ديناميكية جديدة في البلاد ديناميكية قوية وفي تساعد متاع حراك مواطني ضد الشعبوية اللي كل يوم تزيد عزلتها ديناميكية بدأت منذ أشهر وقت اللي يخذنا مع برشة توانسة معاركة التخلص من الخوف وقول الحقارق وإبراز ضعف وتهاوي منظومة الشعبوية معركة اللي مع الأسف كانت منها ولا يزال سجن العديد من الأصوات الحرة من مرشحين وإعلاميين وسياسيين ومدونين ثم معاركة الإعلان عن الترشحات والاقتناع بضرورة انتخابات مكانوش التوانسة يتصوروا اللي بيشتاخذ الأهمية هذه وتساهم في إبراز الوجه الحقيقي لمنظومة الشعبوية ثم معركة التسكيات وإقبال ألاف التونسيين على توقيحها والمجاسفة بنشر أسماهم وتطوع العديد من شرفاء هذه البلاد لجمحة وتقديمها سليمة وفي الأجال رغم الترهيب والمضايقات والإيقافات ثم مسلسل المعركة مع الهيئة العليا لانتخابات وفضح لا استقلاليتها ومن بعدها ملحمة الجلسة العامة المحكمة الإدارية اللي بعثوا قضاتها شرفاء برسالة أنه تونس الحرة والأبية ويقفة وشامخة وصامدة ملحمة اللي ممكن نقوله أنها حركة السواكن وشحذة العزائم وعطاها الدرس في النزاهة والوطنية وخلات العديد من القوى الحية والمنظمات والقطاعات المهنية والشخصيات الوطنية والمواطنين ينزجوا على منوالها وينتصروا للحق ويتصداوا لعبث الشعبوية أشهر عديدة امتع فعل مواطني ما توقفش امتع تحدي للشعبوية امتع إعادة ظهور أحلى ما فما عند التوانسة عشق الحرية والانتصار للحق خلات الشعبوية في أسوأ حالتها وتخسر كل معاركها الأخلاقية والقانونية والسياسية اليوم المعركة ما عادش فيها لبس وإلا غموض من جهة فما الشعبوية والرداءة والعبثية ومن جهة أخرى فما الدفاع عن الحقوق بتعبيرات مختلفة والراغبة في التغيير والأمل في مستقبل أفضل والتوانسة اللي هما يمثلوا الإرادة الشعبية يلزم اليوم يقولوا كلمتهم وما يخليه شي شعبوية اللي تحب تلغي شعب وتحت كرة تحدث باسمه تستمر وتجدد عهدتها يقيني بالله وثيقتي في هذا الشعب أنه التوانسة باش ينتصروا الحق وياقفوا في صف الواجب ويخوضوا معانا بحول الله معركة الإنقاذ والإصلاح وربي يحفظ بلادنا ترجمة نانسي قنقر